مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الى كون عائلة المسؤول ورجال الامال الذين حكم عليهم بمصادرة ممتلكاتهم تحركوا مؤخرا لجمع بعضها وبعض الأشياء التمينة وبينهم ابن بوشوارب الذي قام بعرض بعض فيلاته الفخمة وتحديدا بالشرقه ومكتوبه على بوشوارب للبيع بمبلغ 105 مليار سنتيم له الفيلا تحصل عليها بوشوارب بطرق مشبوهة عندما كان وزيرا للصناعة في عهد بوز في اللقاح حينها والشيء الاخر حسب الشرق هو قيام ابن بوشوارب بأخذ جميع الاملكة من هذه الفيلا بالاضافة للسيارة الثلاث الفخمة التي كانت مركونا هناك فعلى علم ان بوشوارب يعد من بين المسؤولين الذين سببوا خسائر ضخمة للخزينة العمومية بما لا يردو لراز وهو الذي عليه اربع احكام قضائية بعشرون سنة اذ ان اجمال الاحكام عليه بلغ ستمانون سنة عليه ايضا امر بالقبل الدولي كونه فر من العدالة بفرنسا اذ ان الجهود متواصلا لارجعه في اقارب فرصة ممكنة خصوصا مع الاحكام القضائية عليه وادلة فساده والتي ينتظر ان تقدم للدولة الهارب لها كي تقوم بتسليمه هذا ومع الكشف عن نتائج تحريات للصحافة ان العدالة الجزائرية التحرك لمنع عائلة المتهمين في الفساد من الاستحواد او بيع اي ممتلكة للمعنيين ولعل ابرز من تم الحكم عليه بمصادرة ممتلكاتهم هم محيدين تحكوث وعلي حداد بوشوهر ابو عبد الملك سلال واحمد اويحيا والقائمة طويلة جدا بالاضافة لكون نفس القرار سيطبق على باقي الفاسدين من المسؤولين ورجال اعمال لان اغلب ممتلكتهم تحصل عليها بطرق مشبوهة مع العلم ان قرارات المصادرة تخص حسابتهم البنكية التي في الغالب فيها اموال طائلة كانت نقطة بداية استرجاع الاموال موجودة داخل الوطن وطبعا استعادة الاموال منهوبة داخل الجزائر تكون اسهل بكثير وبمراحل من التي موجودة بالخارج فقد تم استرجاع اراضي شسيع وفيلة والشركة ومختلف الاملك بالعديد من ولايات الوطن كان يمتلكها المتابعون في الفساد وعائلتهم بالاضافة لمصادرة حسابات بنكية وامواله بالخارج حيث كشفت الصحافة الامريكية وابرزها موقع فورنوبي الذي نشر مؤسسه جوليان بيكي وطائق هاما توضح كيف يلعب حاليا علي حدد ورقته الاخيرة من اجل محاولة منع استرجاع الجزائر لاملكه الموجودة بالخارج خصوصا وانه تم مصادرة املكه الموجودة بالبلاد جاء في هذه الوطائق ان مستشارة علي حدد في باريس واسمها صابرينا قامت هذه الاخيرة بتقرب من محيط ترامب وتحديدا من الرئيس تنفيدي كريسيان بوريش الذي كان المستشار في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب وشاركته حقاقت دروة هائلة مع العلم ان هذا العقد الذي تم ابرمه من مستشارة علي حدد بلغ 10 مليون دولار حيث نقلت معظم الجرائد المحلية هذا الخبر نظرا لأهميته والتقال الملف لتفتح قضية جديدة على علي حدد خصوصا وانه من الواضح ان هذه الخطوة جاءت كمحاولة من علي حدد من خلال لجوء الى مجموعة الضغط الامريكية لتصوير قضيته على انها مجرد انتقام سياسي منه خصوصا وانه كان على خلاف كبير مع الرئيس الحالي تبون تحديدا عندما كان تبون وزيرا اول وتم اقالة تبون مباشرة بعد طرده لحدد فالساعد بوسفلق حينها كان صديق حدد ودفع عنه وتم اقالة تبون كما حول حدد من هذه الخطوة تصوير ان محاكمته غير عادلة 11 مليار سنتيم وبدفعه ل 10 ملايين دولار للوب الضغط اي 170 مليار سنتيم يتعقد عليه الامر وينتظر محاكمته على هذه القضية قريبا مع العلم ان هذه الحركة من حدد والدفع بسخاء للشركة الامريكية توضح جيدا ان اموال شعب الجزائر المهربة خارج الوطن لا تزال نشطة وفي حرك مستمر حيث يلعبون اورقهم الاخيرة لمحاولة منع استرجاعها في تحدي صرح للعدل الجزائرية كما توضح جيدا هذه الخطوة ان العصابة المحبوسة مساعدة للاضرار بالجزائر بأي وسيلة لمحاولة على الاقل نجات ببعض اموالهم بالخارج كون التي بالداخل تم مصدرتها وحتى التي بالخارج هناك امر بمصدرتها فما رأيكم في ذلك اشترك في قناة تحفة مع العلم انه محبوس منذ العام الماضي وعليه حكم بثمانية عشر سنة وحكم اخر ايضا بسبع سنوات مع غرمات مالية كبيرة ومصدرت كل املكه داخل وخارج الوطن في انتظار الملفات الاخرى مع العلم ان علي حدد احد اكبر من سبب خسائر للخزينة العمومية تنعى الموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد ثبون كونه الرئيس الوحيد الذي ندد بالتطبيع الذي قادته الامارات حيث كان ندد بالتطبيع ووصفه بالعرض تاريخي وان الجزائر لن تبارك الهرولة للتطبيع وغير رضي عن المطبعين لذلك يبدو ان حكام الامارات حقدوا على سبب والجزائر ككل فحتى موقفه مع المغرب يبدو انه لم يكن نابعا من قناعه بل فقط ردا على موقف الجزائر من تطبيع وحتى لاشعال المنطقة على ما يبدو حسبا ما تدول الاعلام الجزائري ككل الذي اتهم الامارات بكل وضوح عن تسببها في ازمة بالمنطقة خاصة وان الامارات سرعت لمباركة تحرك المغرب وخرقه للاتفاقية اتجاء في بيان الامارات داعم للمغرب الاتي نبارك وندعم للمملكة المغربية كل اجراءات التي ترتائها للدفاع عن امن وسلامة اراضيها ومواطنيها فبعد شهر واحد من فتحها للقنصلية بالعيون اشتعلت الازمة والمنطقة ككل حالة توطر كبيرة حاليا موجودة على الحدود الجزائرية وسط تنديد جزائري والسنفر كبير لتأمين الحدود لان الدور الاماراتي على ما يبدو خراب كل شيء فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل البداية اولا مع عبدالالله بن كيران رئيس الوزراء السابق في المغرب فاتحا موضوعا مهم جدا بقوله ان استمرار شراء المملكة المغربية للبيترول من روسيا لا يخدم مصالح الربط والجزائر واستغرب رئيس الحكومة المغربية السابق بن كيران من استمرار غلق الحدود بين المملكة المغربية والجزائر منذ 26 سنة بسبب النزاع بين الربط وجبهة البوليزاريو على الصحراء مطالبا بوضع حد الخلافات الواقعة بين البلدين وانه من العيب ان يضل الخلاف بين الجزائر والمغرب كل هذه المدة طويلة رغم اننا جيران ولنا تقافى ودين واحد متسائلا ايضا اين المشكلة التي تمنع بناء اتحاد المغرب العربي؟ هل الصحراء هي سبب ام هناك مبرر اخر؟ من غير المعقول ان تظل الحدود مغمخة مكالمه بقوله لنا دعم ملف الصحراء في الامم المتحدة لكن افتحوا لنا الحدود غير معقول ان تظل مغلقة والشعوب محرومة من بعضها مشيدا بالشعب الجزائري بقوله ان الجزائريين اخوتنا رغم الخلاف بيننا بخصوص قضية الصحراء والضعف يأتي بالاعداء على الجزائر والمغرب من كل جهة فما رأيكم في تصريحاته ودعوته للمغرب شراء البترول من التوصل لحل وحل الخلافات ناحدة الاخبار المحلية زوجة الرئيس عبد المجيد تبون تواصل صناعة الحدث بعد اول ظهور وتفاصيل الخرج الجديدة وهذه ابنته بعد الخبر الذي انتشار عنها مؤخرا خاصة في دل غيابه بسبب سفره من رئيس تبون والمؤشرات القوية والواضحة لذلك البداية اولا مع عودة التوتر في العلاقات وغضب جزائري على ادر خرق الاتفاقية التي كانت انضيت بين المغرب والبوليزاريو حيث تفاجأ الجميع بخرق الاتفاقية